اشتركوا في القناة المنى التحتية من حيث الكادر البشري تحدث كذلك عن الإصلاحات التي نفذت خلال العقود الماضية ما هو المدخل لإصلاح التعليم في موريتانيا ونعرج أيضا على العناوين الرئيسية في ما تقول الحكومة إنه عملية إصلاحية تنفذها خلال المرحلة الحالية المدرسة الجمهورية قانون التوجه للتعليم وغيره من العناوين المرتبطة بهذا الإصلاح مرحب بضيفنا الكريم محمد علي العبد الرحمن مفتش تعليم أساسي مرحبا في بداية أردنا نتحدث كمقدمة عامة أو كصورة عامة عن أبرز المشاكل التي يعاني منها التعليم في موريتانيا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة على أسراب المرسلين نختار ببداية نقول عني أتكلم بالصفة الشخصية وليس بالصفة الرسمية نظرا لأنه نحن الآن نشهد بفترة حكماً بفترة انتخابية نحن مقبلون على رئاسيات والجدل دائماً يدور حول إشكاليات تعليم طبعاً عندما نريد أن نشخص أهم المشاكل التي يعاني منها التعليم أولاً يجب أن نطلح هذا السؤال علينا ما الذي يعاني بالتعليم معناها هو إنسان يريد أن يشخص مثلاً أي إشكالية يجب أن يبدأ بتعريفها تعريفاً مانعاً جامعاً بالتالي عندما نعرف التعليم باختصار وبما يتناسب مع برنامجكم أعتقد أن هناك ثلاث ركائز أساسية يجب أن نتحدث عنها ركيز المورد البشري ركيز البنى التحتية وركيز البناهج طبعاً هذا بضغط كبير جداً معناها أننا لو شخصنا المشاكل المتعلقة بالموارد البشرية لما أضفنا إليها في مرحلة لاحقة الموارد المشاكل المتعلقة بالبنى التحتية وطبعاً بين البنى التحتية والمناهج أكبر قيمة المناهج ولكن للتنظيم فقط لكي نعالج أيضاً المشاكل التي تعاني منها المنظومة التربية في مجال المقرارات والمناهج قبل ذلك أود أن أشير إلى أن من بين الأخطاء التي دائماً نرتكبها أو لا ننتبه إليها أن إصلاح التعليم ليس قراراً سياسياً عجيب ليس قراراً سياسياً قرار من؟ قرار فني معنى أنه من الإشكاليات التي نجع دمناها دائماً في التعليم أنه القرار يأتي قرار سياسي وجميع مجامع التربية جميع مجامع المهتمين بالتربية يؤمنون ويقررون أن القرار قرار إصلاح التربية يجب أن يكون قاعدية بمعنى ما الذي يعني هذا الكلام؟ يعني أن إصلاح التعليم يجب أن يكون منطلقاً من المدرس في مدرسته والمدير والمفتش ولكن في النهاية هو بناء على فلسفة وبناء على رؤية هذه الرؤية في النهاية في محاصلتها هي قرار سياسي موقف سياسي إشكالي أنه لماذا أقول لك هذا الكلام؟ لأنه نحن نجربنا أنه عندما تكون القرارات قرار سياسية تدخلنا في متاهات لكن يدفع زمنها الفنية في كل جزيات سنعرض على الاختلالات طيب الآن لماذا نبدأ أن يكون القرار قراراً فنياً بحتى هو إشارة العادة أنه في أي قطاع سواء مثلا التربية الصحة العدل هناك اختلالات على مر الزمن وهذه الاختلالات تحيل على شكل بق معلومات من خلال تحيين هذه المعلومات على شكل بق معلومات الإدارات الوصية بتراتبيتها هي التي تعني رغبتها عن طريق تشخيصها لمشاكلها وعن طريق تشخيصها لما تريد أن يكون حلولاً ثم تتبنى السلطة ممثلة في سلطة التنفيذية الوزير والرئيس ولكن تتبنى شيء قاعدي طيب في هذا المضمار من معايب أن يكون القرار قراراً سياسياً أن شخص الرئيسي ليس متخصصاً وشخص الوزيري ليس متخصصاً وكم دفعنا أثماناً أن يتبنى الرئيس مهلاً قراراً عاطفياً مثلاً هذا سنتعرض له لأنه حتى قضية زي المدرسي كم مثلاً وسيل من حبر في قضية زي المدرسي طيب ما هو ترتيب زي المدرسي في أولويات تعليم قضية البنى التحتية نحن دائماً عندما نريد أن نصلح يجب أن نبدأ بشكل أولويات واضح نحن إذن عندنا ثلاث ركائز الثلاثية ركيز البنى التحتية يعني الموارد البشرية كما قل وركيز البنى التحتية وركيز المنهج طيب في الدول المتقدمة يعزى تقدم الدول المتقدمة أنها استطاعت أن تناغم بين هذه الركائز وأن تصرف عليها وأن تتابعها تصرف عليها وأن تتابعها طيب في حالة الدول المتقدمة أو الدول النامية أو السائرة في طريق النمو كحالة نامحة كان الأجداء أن نطرح السؤال المحورية هل يمكن إذا اهتمنا مهلاً اهتمنا بالمحور المورد البشري أن نعوض به المناهج والبنى التحتية طبعاً نحن في تجاوزنا التقليدية نعرف أن المحورة الشيخ المحورة هو هو من يعوض البنايات حتى في بداية الثمانيات درسنا في أكواخ ولا تقول لي أن الظروف لا كان هنا مستوى التعليم كان جيداً ممتاز أيضاً كانوا يدرسنا معلمون لا يمتلكون كتباً مدرسية وكان التعليم جيداً معناها ما أريد أن أخذ صلى الله عليه أن الترتيب يحيلنا إلى أننا يجب أن نهتم بالمورد البشري وعندما نهتم ونصرف به ما يطلبه هذا يمكن أن يعوض لنا البنايات أو على الأقل يمكن أن يخفف علينا الصرف في المورد التحتية والدليل الآن نعرف أن المدرسة الموريتانية شهدت في السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة جداً في البنايات التحتية هل تغير هل انعكست ذلك على المستوى نتائج؟ لا لم ينعكس عليه لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذا مشكلة الموارد ما يتعلق بالبنايات التحتية يأتي في المرحلة الثانية وهامش الهدر أيضاً وهذا نتعلق له عندما نأتي بالتفصيل الموجود أو على الأقل بالصفة عامة ما هي معايب صرف على الموارد البلد التحتية صرف الميزاني إذن الإصلاح نحن قبل هذا الإصلاح قمنا بخمس إصلاحات تقريباً إصلاح وكان يكرس المدرسة الفرنسية لإصلاحة المناهج طبعاً انتقلنا إلى إصلاح الفرنسية نحن نحو التعريب ولأول مرة في تلك الفترة أقر سنة دراسية أولى إجبارية باللغة العربية في مرحلة اللاحقة هناك إصلاح الفترة والسعين عرب زاد سنوات ساعات ساعات التعريب 120 ساعة والساعات الفرنسية 60 ساعة وقد أثار جدل واسعاً حتى أنه ببعض الحيان أرغم السلطة التفيذية في تلك المرحلة أن تقر لأنه اختلاف نحن مجتمع عراق هذا أثار جدل ودفع السلطة التفيذية أن تقر وتشي مع هذه اللغات في 79 انتقلنا بعد ذلك إلى إصلاح إصلاح 79 هو الذي جاء بما أعرف بازدواجية هذا هو الذي جاء بالازدواجية بعد ذلك آخر إصلاح في طبعاً بصير مختصر هو 99 وهذا الإصلاح أثار جدل كبيراً لمثالتين واحداً أن الذين قرروا أن يطبقوا هذا الإصلاح هناك حتى مختلاف المفاهيم من الذين نشربوا على التكوين كانت هناك عدم دقة في توضيح المفاهيم ما الذي نقصده بالمراقبة بقرارة كفاية وحتى الآن نجد نتائجاً من هذا المهم أن السلطة 99 أيضاً حاول أن يطبق الزواجية تمها ولكن البعض يعتقدوا أنه وصلنا إلى الزواجية في جه اللغتين طيب هذا كان مدخل للإصلاحات الآن نحن أمام إصلاح جديد ربما يسمى المزيدات الجمهورية هذا المزيدات إصلاح الذي انبثق عن ما يعرف بالقانون التوجيه الذي كان من نتائجه إقرار القانون التوجيه لينظم التعليم تقريباً كل جزيات كبيرة كل متعلق والتعليم طيب الآن ما الذي تعانيه الموارد البشرية المساكل نحن الآن عندنا في التعليم الأساسي وأنا سأتكلم تقريباً تعليم الأساسي لأنني نفتش طريق الأساسي نحن عندنا تقريباً 26 ألف مدرسة 26 موضة يعني معلم 26 ألف مدرس وعندنا 400 وتقريباً 225 مدرسة هذا الفجوة تقصد الفجوة ما بين لا أقصد أنه نحن أمام 26 ألف مدرس بمختلف تكويناتها وجاءت نتيجة لمختلف المسابقات وجاءت أيضاً كنتيجة بمرحلة معينة الشهادات التي حصلت عليها جاءت مخرجات هذه الإصلاحات الماضية معناها أن عندها مشكلة في الموارد البشرية وهلاً عندها مشكلة المستوى طبعاً تجربة السلطة التنفيذية السابق أنها أقارة التكوين القانون التوجيهي في مدتها 74 يلزم الوزارة الوصية بالتكوين طبعاً للأسف لم يحضر من تقريباً تطبيق المدرسة الجمهورية لم يطبق إلا بعض التكوينات في عهد الوزير السابق ملعين ملعين أوليين على ذلك طبعاً لأمانة هناك أيضاً في هذه الفترة طبق مبدأ المكافهة وإن كانت شابته من شبائب إلا أنه طبق لأول مرة إذن المورد البشري فيه اختلال متعلق من المستويات المستويات حلها بسيط جداً أن تنظم الدولة مسابقة امتحاناً داخلياً ولكن يجب أن تضمن فيه وهذا مهم جداً هذا الامتحان حاولت السلطات حفاظر معينة سأجيب لكن رفضه المدرسون أو نقابة المدرسون لو كانت صريحة عندما تكون صريحة مع المدرسين وسأقول لهم أنا سأقدم سأصنفكم إلى مستويات هذا ما قالت صريحة معهم قالت هذا ليس لا يترتب عليه شيء يتعلق ولكن ولكن كان تقاصاً من مكانة أي مدرس ولكن هو مسؤول تقيم تربوي متى كان كان هذا التشخيص كان عندما شاعت فكرة أنه هنالك موظفون للأسف من هم في المرحلة الرابعة أنا أتذكر أن ذلك صنفوا أنه المرحلة الرابعة يجب أن تضرب طبعاً هذا هو أولاً إن كان خطأ إن كان هناك خطأ في فيكستاب المدرس هذه الدولة هي التي تتعمله أيضاً من المهمة أن المستويات ليست بهذه بهذه الدونية لا هناك مدرسون ممتازون نطبقون الإصلاحات هناك مدرسون يحتاجون للتكوين نكوينهم هناك مدرسون يحتاجون للتكوين مؤكثة ونحن عندنا ميزانيات للتكوين ما المانعون مع أنه نعتقد أن تلك الإشكالية كانت في التسويق فقط إذن من أجل أن نعالج هذا الاختلال نسويقه تسويقاً جدية الوزارة تقسم تصنف المدرسين إلى أصناف مثلاً مدرسين جيدين يطبقون الإصلاحات ومدرسين متوسطين ومدرسين وهكذا إذن هذا هو الاختلال الثاني يعني الاختلال يتعلق بالمسويات اختلال أيضاً يتعلق بالتوزيع نحن أمامنا تقريباً 26 ألف مدرس توزيع جغرافي على المدرس أيوة هو من المفترض أن هذه 26 ألف تقريباً هذا رقم تقريبي طبعاً يعني يمكن أن يكون أن يزيد قليلاً ويقص قليلاً بالإضافة طبعاً المتعاقدين هذا العدد من المدرسين إذا لم يضبط لا يمكن أن يودي أي نتيجة معناها أن تقسيم الموارد البشرية وتوزيعها توزيعاً عادلاً من سموريتي السلطة التمهيرية ومثلاً من السلطة التمهيرية ما الذي يحدث؟ يمكن أن تشعروا ربما تابعتم في الفترة الماضية الإثارات والمشاكل التي تطرحها أنه نحن الآن في خضمي توزيع عادي للمدرس ولكن فجأة توقف الموارد البشرية وهذا أيضاً لا يحتاج إلى شيء بضغوطات طبعاً مرة قابل مسؤولي وزارة التعليم وقال ما قال بشكل غير صريح ما معناه أن المجتمع في النهاية غير مستعد للإصلاح لأنه عندما يتم تطبيق بعض مستوات إصلاح العملية التعليمية بما يمس من هذا المدرسين تتحرك ماكينة معينة من أجل الضغط على هذا النمط من الإصلاح حتى يتوقف تتلمت السلطات وأن تقدمها هذا ليس مبرر هذا واقعاً أيضاً أو واقعون أيضاً لا هو الإصلاح يريد أن يغير الواقع هو الأصل الإصلاح لماذا نولي الإصلاح نحن لذلك كنا راضون عن هذا الواضع لماذا يصلح لا أنا أعتقد أن هناك جانب آخر وربما هذا يرجعنا إلى قرار سياسي نحن هل نحن صادقون جداً في إصلاح التعليم إذا كانت إذا كانت الإدارة في مختلفة مساءاتها هي التي تمنع التوزيع العادلة كما أشرت نواب وزراء كذا 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 تدخلات تدخلات هناك نطبق القانون ما الذي يمنعنا من تطبيق القانون إذن اختلال الموارد البشرية واحد من المعيقات في المردودية مدرسة مكتظمة من المعلمة بجانبها مدرسة لا تقدر تغطي الفصل الأول في الفصل الثاني يسعد لا المقاطعات أيضا مقاطعة فيها سيادة مقاطعة فيها نقص كبير وهذا واحد من اختلالات اختلالات على المستوى المهارد البشرية هناك اختلالات على المستوى المستويات وهناك اختلالات على المستوى التوزيع طيب دعنا بهذا ننتقل إلى الأهم وهو المدخل إلى الإصلاح هناك شبه إجماع على أن حالة التعليم حالة مزرية وأنه يحتاج إلى إصلاح حتى الحكومة تعتره بذلك ولكن تقول أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال السنوات الماضية من ضمنها ما يعرف بالتشاور أو جلسة التشاور متعلقة بالتعليم من ضمنها القانون التوجيه من ضمنها ما يعرف بمشروع المدرسة الجمهورية في سلسلة من الإجراءات تعتبر الحكومة أنها وضعت القطار على السكة كما يقال هل هذا صحيح؟ أنا عيد حالة ليست في واردي أنه مقيمة تقييم العمليا سيعطيه وجهة نظرية أنا أعتقد أن من يريد الإصلاح وهو أمام خارطة تربوية نحن عندنا 57 مقاطعة يمكن حسابه عددها 57 مقاطعة الآن التغطية وأجزم لك أن التغطية في التعليم الأساسي لا تتعدى مدارس المقاطعة والتي لا تمثل في الأغلبي 10% أو يعطيها 20% تقريب التغطية لا تكاد تتجاوز 10% طيب أنت حتى إذا قلت لي أن مدرسة كالجمهورية نجحت في 20% كيف ستبلل الفشل في 8%؟ أين هذه الإرادة؟ الإرادة ما يمكن قياسه مهلاً إرادة في الفساد يظهر الفساد يمكن إرادة في الإصلاح ربما تكون هذه مرحلة من مراحل الإصلاح لم تأتي أوكلها أو لن تأتي أوكلها في مدى المنظور إنما تحتاج بعض مدة زمنية أولاً لن نكون دقيقين نحن كتربويين كممارسين في عملية التربية قضية مصطلح الإصلاح هذا نتجاوزه لماذا؟ تعتبره دعاية والله لا 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 نعتبره دعاية ولكن فنياً نعرف أن الإصلاح إصلاح أي منظومة تربوية لا يمكن وهذا حسب كل المجامعة التربوية والجامعات والدراسات لا يمكن أن يؤتي لأكله إلا بعد عقل ما بين 15 سنة إلى 20 سنة وهي الفترة الكافية لتغيير الجيل وإصلاح التعليم هدفه الأساسي أن يغير الجيلا لأنه نحن طيب بالتالي هذا ما يجعلني أقول نحن الآن رئيس مثلاً صلاحياته 5 سنوات عندما يقول رئيس أنه يصبح إصلاح التعليم نعرف أنه لن يفتح التعليم وأحسن حالته أن يؤسس لإصلاح التعليم طيب هذا التأسيس يمكن أن تكون المدرسة الجمهورية تأسيس لو أنها طبقت بحذابرها لو أنها رصدت لها إمكانياتها ما الذي ينقص المدرسة الجمهورية؟ حتى أكمل إذن عندنا مشكلة في الموارد البشرية وهذا تقريباً أساس تكاد تكون أساساً تعلق بتوزيع اختلال التوزيع في الخصيح الجغرافي والمستوى ويمكن أن أحلوها ببساطة طيب بالنسبة ل البولة التعتيجية أيضاً نحن دائماً الدولة الآن تظهر باهتمامها بالبولة التحتيجية وأعلنت السنماضية عن مستويات قياسية لأعداد المدرس التي بنيت خاصة في مستوى التعليم المؤسس ولكن يجب أن تلاحظ معي حجم الهدر في هذه المؤسسات تجد مهلاً طبعاً هذا ليس عاماً ولكنه يكاد يكون هو الأغلب الهدر من حاجة؟ لا الأغلب المشاعر أولاً مدارس مبنية في قراء مدرسة مكتملة بطابقين في قرية صغيرة جداً وبجانبها مدرسة أخرى وبجانبها مدرسة معناها إدارة ضياب العدالة في توزيع الخريطة المدرسية قياساً على عدد السكان وعداد الاحتياجات أو الاحتياجات تربو على أساس التقارير هو المشكلة عنه الإدارة مكتوبة وأن الإدارة تأتي أفقياً وليس ساقولياً هذه المفتشيات وظيفتها أن تكتب أن ترسل أن تعلم أن توصيل الحقائق طيب كيف تفصلها وهي لا يمكن أن تغطيها إلا 20% نقص الإمكانيات طبعاً هم حاولوا أن نقضوا بعض السيارات ولكن هذا حتى الآن لا يغطي في أحسن حالاته إلا المدينة التي لا تمسل إلا 20% معناها أن طبعاً هذه 20% في كل فصل تقام بسيارات كل فصل تقام بسيارات ولكن ما تغني دارة أباس ويلين القريش يعني ما تغني ما تغني من هذه الزيارة في الفصل الأولي والفصل الثاني والفصل الثالث حتى إن كان نقيم بها بشروط المطلوبة فهمت لشك معناها معناها أنه حتى في المنى التحتية أيضاً مستوى الهدر في الميزانية التي تصرف نحن نتحدث حتى هذا قال صرح بهذه أكثر من مكان وزمان أن المبالغ التي تصرف على المدارس تكاد تكون فيها مستوى فساد ما معناها تقصد الميزانية 300% و14 ميزانية الفساد في إدارة موالد لا 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 حتى في صرف مبالغ كبيرة في مدرسة قيمتها الحقيقية 20 مليون وهي وهي في حقيقتها فاترة 130 مليون على سبيل الميزان فقط طيب نأتي إلى موضوع الإصلاح العناوية الرئيسية فيه الآن هي ما يعراه كما قلنا من ناحية من ناحية التربوية أو من ناحية نظرية القانون التوجيهي هو يسميها بعضها التعليم دستور تعليم دستور تعليم تركيز على السنة الأولى والثانية ابتدائية كمدخل وسحب أيضا من التعليم الحر كمستوى معين وضع يد على المرحلة الأساسية على الأقل من التعليم برأيك هل هذا المشروع وهذه العناو تسير في طريقها السليم نحن نبدأ نسيره بشكل سليم إلى مدرسة جمهورية بالفعل وإلى وضع تأسيس إذا أعتقد يجب أن طرح سؤالي لا تأسيس أنا أعتقد أنه ما دمنا لا نطبق فقه الأولويات نحن دائما المسؤول المريطاني والإدارة المريطانية تتذرع بالميزانيات بالإمكانيات المادية الإمكانيات اللوشستية الإمكانيات الموارد البشرية فقه الأولويات يفرضنا على أن نعطي الأولويات للموارد البشرية القانون التوجيهي لا يمكن أن نقول أنه أهمل الموارد البشرية أشارة فقط إلى ضرورة التكوين لم تطبق ضرورة التكوين لم تطبق أشارة كما قلت 74 في جميع التكوين ولم تطبق أشارة إلى إنشاء كم من المرافق وحتى الآن بعد خمس سنوات من تطبيق المدرسة اليمورية لقد تكون نخطو في الخطوات الأولية بعد خمس سنوات من تطبيق معناها أنه أنا أعتقد أنه بتجاوزه لإعطائه الأهمية للموارد البشرية ورحبا للأمانة تزميل مشروع تهميل مشروع تهميل ولكنه لم يطبق بحذابه طيب للأسف انتهى وقتي إذا كانت نتكلمة خير في هذا الموضوع أنا أعتقد أنه أنا الأوان أنتعي كل مقونات هذا الشعب كونه مكونات السلطة التنفيذية أنتعي أن إصلاح التعليم إصلاح قابل التطبيق بغض النظارة عن أنه جمهوري وغير جمهوريا بغض النظارة على المهلا على التسمية التي نريد أن نطيعها ولكن لا يمكن إلا بالاهتمام بالموارد البشري وتوظيف ومضاعفة المال الوطني ولا أقول المال الاجنبي لأن المال الاجنبي دائما يفرض إكراهات أخرى والمتابعة وللأسف نحن الآن تعليمنا لا يغطي عن طريق مفتشياته إلا 30% تقريبا عشرين شكرا جزيلا للمفتش محمد علي العبد الرحمن على مشاركته معنا في هذه الحلقة مشاهدنا أقول لكم بتحيات فريق البرنامج وعلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته